لأن إنشاء مثل هذه المدن هو بيساهم بصورة كبيرة في الحد من الزيادة السكانية والضغط على مناطق معينة داخل الجمهورية تبقاش الكسافات عالية بالضبط إنشاء مثل هذه المدن وعلى مدار إنشاءها بيساهم بصورة كبيرة في توفير فرص عمل بيساهم بصورة كبيرة في دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية اللي بتكون بدورها وبتساهم في إنشاء مثل هذه المدن وبالتالي هنجد أن هذه المدن بيتحقق من خلالها مفهوم النمو الاحتوائي ده مفهوم اقتصادي المقصود بيه المقصود أن الدولة بتراعي العدالة في توزيع سمار التنمية بأن الجميع مستفيد من المشروعات القومية اللي الدولة بتقوم بيها ليس فقط العاملين في هذه المدن ولكن أيضا الفرد والأسرة والمجتمع المصنعين والمنتجين كافة من له صلة وله ارتباط بإنشاء وتأسيس مثل هذه المدن وبالتالي هذه المدن بتساهم أيضا في جذب استثمارات لأنها بتشمل العديد من القطاعات داخلها يعني على سبيل المثال مدينة المنصورة الجديدة هنجد أنها بتضم منطقة سياحية ونجد أنها بتضم منطقة طبية ومنطقة سكانية ومنطقة تعليمية كل هذه المناطق هي بتجذب استثمارات نوعية فيها يعني على سبيل المثال هنجد أنها بتتميز بيه سياحة أو منطقة لليخوت يبقى بالتالي الدولة من خلال هذه المنطقة بتدعم سياحة عالمية وهي سياحة اليخوت وبالتالي بتدعم السياحة داخل الدولة المصرية بتستطيع إدخال موارد جديدة من النجد الأجنبي أيضا هنجد أنها مدن زكية أو مدينة زكية الدولة بتراعي فيها التكنولوجيا الحديثة بتراعي فيها البعد البيئي والمستدام للجيل الحالي والأجيال القادمة وبالتالي أنا من هنا بستطيع جذب استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة هنجد أيضا مدينة طبية ومدينة تعليمية متكملة وبالتالي أستطيع جذب استثمارات للقطاع الصحي والقطاع التعليمي جذب استثماراتي أنا بتحدث عن توفير فرص عمل للشباب بتحدث عن تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كافة على مستوى الجمهورية سواء بصورة مباشرة سواء بصورة غير مباشرة الكل مستفيد من هذه المشروعات الكومية ليس فقط العاملين فيها أو القائمين فيها ولكن على مستوى كافة محافظات الجمهورية هنجد الكل مستفيد الأجيال الحالية والأجيال القادمة